صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في إطار العمليات الناجحة التي تنفذها قواتنا المسلحة تم صباح اليوم في منطقة جوبر بريف دمشق ضبط مستودع يحتوي على مواد أولية لتصنيع السلاح الكيميائي وعلى أقنعة واقية وكميات كبيرة من الأدوية التي تستخدم للعلاج من آثار استنشاق المواد الكيميائية السامة إن وجود مثل هذه المواد الكيميائية بحوزة العصابات الإرهابية المسلحة يعد دليلا قاطعا على استخدام تلك العصابات للسلاح الكيميائي ضد أبناء شعبنا وقواتنا المسلحة ويؤكد تورط جهات خارجية في تزويد الإرهابيين بكل مستلزمات استخدام السلاح الكيميائي إن لجوء العصابات الإرهابية المسلحة إلى هذا الأسلوب القذر في استخدام السلاح الكيميائي ضد شعبنا الأبي وجيشنا الباسل يكشف عن حالة الإفلاس والمأزق الكبير لتلك العصابات جراء الضربات القاصمة التي تتلقاها على أيدي رجال قواتنا المسلحة الباسلة كما يكشف عن حقيقتها الإجرامية في انتهاك جميع القوانين والأعراف الدولية والأخلاقية والإنسانية إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إذ تحرص على توضيح حقيقة ما يجري على الأرض من ممارسات وانتهاكات تقوم بها عصابات القتل التكفيرية الوهابية تؤكد في الوقت ذاته أنها لن تتهاون في ضرب الإرهاب بيد من حديد أينما وجد وعلى كل شبر من أرض سورية الأبية عدتها في ذلك إيمانها المطلق بواجبها الوطني في اجتفاث الإرهاب والقضاء على فلوله وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة